بسم الله الرحمن الرحيم سنتكلم اليوم عن مفهوم التحويل بين أنواع types المختلفة في javascript يعني نحن عندنا ال data لها عدة أنواع كما تكلمنا ب data type والأنواع التي تحتوي values هي string number boolean object function وفي عندنا ثلاث أنواع من ال object هي object والdate والarray وفي عندنا نوعين لا يحتوي على values أو لا يحتوي على قيم ما فيهم value اللي هي null والundefined سنتكلم اليوم عن موضوع تكلمنا فيه سابقا هو type of ولكن سنفهم منظور آخر يعني إذا قلنا type of x type of x وكانت هذه x معرفة سابقا كالتالي var x يساوي 10 أو أسند لها 10 فالtype of x هو number إذا شفنا طبعا أمر الطباعة وكله تعرفوا number لو كانت طبعا بين double quotations صارت string طبعا طبعا في عنا عكس type of هو موضوع constructor أنا هذه الأكس أعطيتها قيمة اللي هي عشرة فأنا بجي بقول له x dot constructor لما بطلب الكونستركتر أنا عم أطلب المنشئ لهذا type حقالي الذي أنشأ هذا type عن طريق function number يعني كأني عكست الموضوع بدل أني أطلب type of x أنا أطلب الكونستركتر لهذا الـ x داخل الـ javascript هو function اسمه number وطبعا يحتوي على كود معين كود إنشاء هذا الـ function داخل الـ javascript اللي ما بيهمنا نعرفه طيب إذا كان هذا الـ x كان عبارة عن text فالكونستركتر سيكون string موضوع الكونستركتر كما نحن نفهمه الآن هو عكس موضوع type of أو نفس فكرة type of لكن بطريقة مختلفة يعني هذا أعمله false مفروض الكونستركتر يكون البوليان استخدام موضوع الكونستركتر هنستخدمه بمثال الثاني أنا أعطيته مثلا var x وقالت هذه الـ x هي مثلا مصفوفة فيها مثلا name مثلا age job فيها القيم job بسم الله طيب الـ x constructor ما هو array صح الـ x constructor array طيب أنا بدي تأكد هل هذا array هل هذا الـ x array فأنا بدي استخدم هكتري من عندي function سمي is array هل هذه array هل x هذا array طيب هذا الـ function وينه هعمل function سمي is array حيستدعي هذا الـ function مثلا متغير اسمه y هو متغير الـ x هسمي y داخل الـ function بيجيب له كل بساطة هذا الـ function هعمل بس return لموضوع بسيط يعني هعمل return ماذا ركز معي عشان نفع موضوع الـ constructor بشكل صحيح هعمل return لعملية منطقية بوليا أخدناها الدرس الماضي هعمل return الـ y هو أنا أخدته dot الـ constructor الخاص به أوكي حول هذا الـ constructor to string إذا رسناها بدروس سابقة وبحث لي عن كلمة اسمها array index array حتتأكد أنه هذا فعلا array والقيمة اللي تأتي إذا كانت أكبر من minus one إذا ارسل لي true لا ركز معي الـ constructor للـ array هو هذا هذا الكلام هذا الكلام وهذا النص أو هذه القيمة هذه القيمة أنا أطلب منه أحد الـ constructor للـ array وحول لي هذه القيمة إلى string وابحث لي داخل هذه القيمة عن النص array أوكي فالرد الحقيقي من جافا سكريبت هو zero أو one أي وجدها zero أو one أي وجدها true طالما أن هذه القيمة التي ستسترد من الجافا سكريبت أو ستعمل return من جافا سكريبت أكبر من الـ يعني طالما أنه وجدها يعطيني قيمة موجبة طالما أنه وجدها أكبر من minus one فعمل لي return لقيمة هذه الجملة المنطقية البوليان كله هاد حيرد لي true حيرد لي is array حيرد لي true لماذا؟ لأنه وجد الـ array وعندما وجد الـ array عاد بها إلى الـ constructor وهنا أخذ قيمة صفر أو واحد وهذه القيمة أكبر من ناقص واحد وقيمة المقارنة كاملة هي true فعملي return لـ true نعمل save نعمل refresh عندي x x أنا كغلطان أكاتب شي غلط وقيمة constructor كتبها غلط constructor لا صحيحة index of اوكي save أعمل refresh true قال لي قيمة طبعا هذي x أو y ما بتفرق قال لي y حسبت أني غلطان بالـ x وال-y اوكي ال-y اللي هي هذا المتغير داخل function تكلمنا فيه بدروس سابقة اللي هو بدل قيمة الـ x واخذ الـ constructor وحول لـ string وداخله بحث على الـ index of array واخذ قيمتها وقارنها مع القيمة هذه وعملي return لـ true أتمنى واضحة جداً طيب التحويل نحا تعلمنا بالدروس السابقة بوضوع التحويل مثل ما هم مثلا عملنا to string فيه عندنا تحويل هو string يذكرك أننا نعمل مثلا string الـ x ويكون أنا مثلا عندي الـ var x أنا أستدلق قيمة 10 فعملت له string x ولما بتجي أنت بتعمل لي type of x حيكون الـ x ماذا؟ حيكون الـ x string فيه عني طريقة اللي هي x.to string فأحوله إلى string فيه عندي تحويل إلى number فمثلا أنا عندي هذه الـ x وضعت فيها القيمة هذه مثلا أوكي فأنا إذا قلت له حوله number number وضعت قيمة الـ x فهتحول الـ x إلى number ونفس الطريقة إذا كان عندي true أو false نفس الطريقة يعني عندي هون مثلا قيمة boolean أو date أو object نفس الطريقة حوله إلى number أو حوله إلى string فيه شي بالـ javascript جيد هو التحويل الأوتوماتيكي التحويل الأوتوماتيكي مثلا أنا خمسة زائد null النل هي قيمة بسم الله لماذا الكيبورد اليوم؟ الخمسة زائد null النل هي قيمة غير معرفة ولكن الخمسة هي قيمة رقمية فقال لي خمسة فالـ return خمسة لأنه يعرف أنه هادي حولها مباشرة النل حولها إلى صفر فجمع خمسة زائد صفر خمسة إلى زائد صفر وخمسة زائد null refresh قال لي خمسة null فحولها مباشرة إلى string طيب عندي مثلا الخمسة هذه زائد واحد خمسة زائد واحد نعمل save نعمل refresh قال لك واحد وخمسين حول واحد إلى إلى ماذا؟ إلى string حول واحد إلى string والعكس أيضا إذا أنا عملت مثلا مثلا هذه عملتها string وهذه string أنا طبعا معروفة إذا هذه string وهذه string سيحط نفس النتيجة طيب إذا حطيت هذه string وهذه number وهذه string خلينا نشوف كيف هي حول JavaScript نفس النتيجة سرينج أقوى في حالة الجمع سرينج أقوى شو عندنا كمان؟ الـ Javascript بيختار بيحول كل شيء تضع بهذا المكان to string وبيطبع لك هي مبدئيا من عنده ثم هو يعدله حسب قيمة العملية التي تجري هنا جمعه طرح Boolean إلى آخره هذا هو موضوع أو مفهوم تحويل الـ data المختلفة في الـ JavaScript أتمنى المثال اللي طرحنا يكون واضح كيف عملت استخدمت موضوع الـ constructor هذا كل شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته